الأمم المتحدة تطلب حركة طالبان بوقف هجومها فوراً والتفاوض بحسن نية لصالح أفغانستان وشعبها. الأمين العام أنتونيو جوتريش قال في تصريح صحافي إنه لا يمكن ضمان السلام إلا من خلال تسوية سياسية تفاوضية بقيادة أفغانية. وأكد أن الأمم المتحدة عزمة على المساهمة في مثل هذه التسوية وتعزيز حقوق جميع الأفغان. وتصعد العنف منذ شهر مايا الماضي في أفغانستان مع اتساع رقعة نفوذ حركة طالبان وذلك تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 من شهر غشت الجاري.